بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والروكية والشرعية. النهاردة معي اه ست رموز اه بتدل على تغيير في حياة الرأي للافضل. كمان اه بتدل على خروجه من هم او خروجه اه من مشكلة. اول رمز ده لما يشوف الرأي انه هو خرج من بحر او خرج من وحل. الرمز ده من الرموز اللي بتدل على خروجه من ازمة. ممكن تكون الازمة دي ازمة اه مرض او ازمة اه بشكل عام في حياته. اه كمان الرمز التاني رؤية انه هو خرج من اماكن ديقة. انه يشوف انه هو خارج اه من مكان ديق لمكان اه اوسع. اه الرمز اللي بعد كده او الرمز التالت انه يشوف انه هو اه بياكل او اه بيشرب اه منجا. اه دي برضو من الرموز اللي بتدل على نجاته من مشكلة او من اه حمل. اه كمان لو كان مريض بشارة كمان بالشفاء. اه كمان الرمز اللي بعد كده او الرمز الرابع هو انه يشوف انه هو بيشرب عسل او بياكل عسل. اكل عسل في المنام من الرموز المبشرة جدا اه رؤيتها اه في المنام. كمان من الرموز المبشرة انه يشوف انه هو اه خرج من مكان اه ضلمة لمكان اه نور. اه دي برضو من الرموز اللي بتدل على خروجه من ازمة او خروجه اه من مشكلة. اه كمان من الرموز كمان انه يشوف انه هو اه بيشرب ماء اه زمزم. اه شرب ماء زمزم في المنام من الرموز برضو المبشرة جدا في المنام. فبتدل على اه شفاء لو كان مريض. بتدل على اه استجابة لدعوة. فمن الرموز اللي بتدل على تغيير في حياة الرأي اه للافضل. ترجمة نانسي قنقر